أهلاً بكم نهارده يوم مهم جداً مع قيمة علمية وعالمية كبيرة في عالم الجرحات لكن خلينا أبدأ أقول لكم حاجة مهمة جداً لأن الناس كتير تسألني وخصوصاً مرضى اللي عندهم التهابات في القولون أو عندهم قولون عصبي عندهم أمراض كمان في المستقيم وأمراض في الشرج بيسألوني عن الأكل فالأكل مهمة أوي بالنسبة للمرضى دول يعني لازم ناخد بالهم أول حاجة تبعيده خالص عن الأكل الدسم الناس اللي عندها قولون العصبي وعندهم التهابات في القولون زي مثلاً السيراتف كولايتس مرض القولون التقرحي أو كرونز ديز مرض كرونز ده مرض دي أمراض مناعية بتيجي في القولون بتعمل فيه التهاب شديد برضو القولون العصبي معرض مشهور جداً وحالة مرضية مشهورة ولو أنها غمضة شوية الأكلات الدسمة اللي فيها زيوتي بيدوا عنها خالص الأكلات اللي فيها توابل واللي فيها شطة كتير برضو من الحاجات اللي بتهيي القولون بشكل كبير وخلي بالكوا بقى نقلل من مجموعة من الأكلات اللي جاية دي أولا نبعد عن التوم والبصل نقلل منهم في ناس التوم بيديقهم قوي في ناس البصل بيديقهم قوي ماشي برضو نقلل الأكل اللي فيه جلوتين أمح الحليب برضو من الحاجات اللبن ممكن جدا يبوز الجهاز الهضمي أو يعمل الاستثار الجهاز الهضمي الأس كريم نفس الكلام هتستغربوا بقى لما أقولكوا عيش الغراب والمشمش البسلة والفاصولية وكل دول يعني مش شرط كلهم ممكن أقعدوا لك أنا باكل الحاجات دي وما بتعبش لكن باكل حاجات تانية بتعب فيه يعني ده الأساس دول الأساس ممكن واحدة أو اتنين أو عشرة من دول أو كل دول يتعبوني لكن خلي بالكوا من التوابل الحاجات الحريفة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تبعد عنها لو أنت بتشيكي من قولون العصبي أو من الأشكال المرضية اللي حولها الكحوليات تبعد عنها تماما لأن الكحوليات بتزيد تهييج القولون وتزيد مشاكل الألسيراتف كولايتس والاستهابات التقرحية وأيضا مشاكل القولون السفلي